اشتركوا في القناة 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 كيف تكون عجينة التي لا تجنسها كيف يبانون لكم القطع أكبار نحاول أن نمسحه بسطح العمل نحاول أن نمسحه بشكل جيد لخل لأنه بشغة لنخدمه كيف تلاحظون عجينة التي لا تكون لها كرة العجين سوف نحاول أن نجمع العجين غير بديها سوف نجمعه لا نجنوش هكذا ف dysfunction الم هو السكوات فشبه ليس أريد خلاف الماء سوف نحاول سوف نربس مجتمعه هذا هو من أسرار النجاح للابات فيتي اكس بخيس يعني ما خساش تختافي القطع ديال الزبدة ودائما العجين المورق سيكون بارد سوف نحاول نديره غير على شكل مربع و ندوز باش ندير أول طوخ ما كانت سنج إلا كالحال سخون بزف ممكن نديرها في تلاجة وحد عشرة دقيق أو في الكنجيلاتور ونعود نرجع لخدم بها سوف نحاول أنني نمدد العجين على شكل طولي كيف تلاحظوا را القطع ديال الزبدة هما بينين في العجين ديالي و ندير واحد طوية للولا نحاول نحيد طحين الزائد و ندير أول طوية كيف ما كتلاحظوا العجين را كيكون ما كيكونش باين بالليم قاد و هذا مش مشكلة نرى ابتداء من تور الثالث هو اللي كي حدد لنا الشكل ديالها كنعود ندير تور ثاني و السدة دائما تكون على ليمن ديالي و دائما نرشو بالضقيق من فوق و من تحت نحاول نمددها و أنا كان قادل الجوانب و ندير الطوية ثانية هنا من بعد الطوية الثانية نديرها في المانيمونتر و نديرها في المجمد أو في الثلاجة إذا قادرتها في المجمد نديرها 1-5 دقائق أو 10 دقائق و في الثلاجة العادية تهيئة بحالك ذاك 1-10 دقائق و يحتاج إلى تماسك لنا و ثاني الزبدة لانا إذا أخذ من البطفوطي و الزبدة ستدخل لنا في العجينة و لا يبقى 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 و لا يبقى الطبقات و الفويتاج لا ينجح دائما حافظوا على درجة حرارة تكون باردة من بعد ما ارتحت لي العجين في الكنجيلاتور نديرها 5 دقائق نديرها و ثاني سطح العمل و ندير نفس الطريقة دائما الفتحة للعجين أو للصددات و تكون علي من ديالي و نحاول أن نبسطها ثاني بنفس الطريقة دائما نرشو شوية دقيق من الفوق و من تحت العجين و هنا مع بردت لي العجين ببردت الزبدة لكي يسهل علي أن نبسطها نحاول أن نضغط على هذا الرولو حاول المدلك نبقى دائما نتأكد أن العجين لم ينصق لي من الزبدة و ندير واحدة الطوخ نرجعها ثاني ندور العجين و نفتحها على الليمن و ندير آخر الطوخ يعني ندير جوج الطوخ و ندير استراحها في الثلاجة و نديرو الجوجة اللي يتغط تانين يعني ما نديروش كل الطوخ و نحبسوه نخلي وعو تانين لا هذا الجوجة اللي يتغط و مع واحد الاستراحة في الثلاجة لكي تبردلينا و هنا كيف تلاحظوا الزبدة و العجين او جانس او املس هنا ممكن أن نستعملها دابة أو ممكن أن نحتفظ بها في الثلاجة حتى نريد استعملها إذا كانت تطول بزاف عندكم العجين في ذا كل ما ديروا واحدة المعلقة كبيرة ديال الخل باشك تكون باشك يحتفظ لنا على العجين و ما يخسرش لنا و إذا بغيتوره ممكن أن تحتفظوا به في الكنجيلاتور هنا حصلت على كيلو ديال العجين المورق و استعملت غير نص ديالو في لاجة للدغوة يعني إذا بغيتور تديروا تستعملوا غير لاجة للدغوة ممكن تديروا نصف المقادير وبعدها غنكونو حصلنا على عجين مورق منزلي رائع المدق ديال المنزلي كيكون مختلف على هادك اللي كيكون واجد كيكون ديد و مدق ديالو زوين و كيكون مقرمج أكتر غادي تستعملوها في بزد ديال الوصفات منها لغالي الضغوة أو لفطيرة الملوك اللي غا نشارك معكم إن شاء الله في هاد الأيام الجاية وصفة اللي سهلة و ناجحة هي غا تحتاجوها حتى في المملحات للطاقت بزد ديال الاستعمالات أنا غا نشارك معاكم من بعد هاد الفطيرة ديال الملوك اللي بتفاحوا اللوز اللي كدي أكتر من رائعة ننسونيش من التعاليق و اللايكات و اللي ما مشتركش في القناة تشترك ويفعل جرس باش يوصلوا كل جديد شكرا على الوفاء ديالكم و دائما رسوليات تطبيقات ديالكم لأنهم صراحة كيفرحوني شكرا على اتقاد ديالكم إلى وصفة قادمة إن شاء الله شكرا على الوقت شكرا على الوقت